موسيقى والله صندين ومحمد رابق غير انضال صندين موسيقى مرحبا بكم مشاهدين معضلة ما بعد الحرب سؤال يردد هو المسؤولون والإعلام في إسرائيل يوميا على جبهتي غزة والشمال من دون إجاباته واضحة ولسيما مع إخفاق الجيش الإسرائيلي في تحقيق إنجاز عسكري كبير في الميدان وعودة الحديث عن تهجير سكان غزة إلى سيناء موسيقى ماذا بعد اليوم التالي؟ سؤال لا يكف الإعلام الإسرائيلي عن طرحه كيف سيكون المشهد في غزة بعد العدوان الإسرائيلي؟ وكيف ستكون جبهة الشمال مع لبنان وملفاتها العالقة؟ على رأسها رفض عودة المستوطنين موسيقى كل المحرمات والفضائع التي ارتكبتها إسرائيل في غزة لم تحقق لها شيئا ما يعكس المواقف الأخيرة التي صدرت من جانب الاحتلال الإسرائيلي ومحاولتهم نزول من على شجارة الاستعلاء العسكري الذي اتخذه عبر أهداف ذات سقف عال هذا ما يقوله خبراء ومحللون يؤكدون أن تلك المحاولات تصطدم بمعضلة بحث الاحتلال عن صورة نصر أمام المجتمع الإسرائيلي في السياسة يشتد المشهد ضبابية أمام المسؤولين الإسرائيليين إذ نقلت صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية عن المسؤولين هناك تشاؤمهم بإتمام صفقة الأسرى مع اشتراط حماس وقف العدوان الإسرائيلي في هذا السياق يقول مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات إن لدى حماس ثقة برفض أي صفقة لا تمنحها النصر ويؤكد في تصريحات لصحيفة والسريت جونل أن ظروف عمل القوات الإسرائيلية باتت أصعب فيما تحسنت ظروف حماس إذن أيام حاسمة على جبهتي غزة والشمال في ظل ضيق الخيارات أمام إسرائيل التي يواجه مسؤولوها جبهة داخلية ملتهبة إضافة إلى مظلة غربية تعري إسرائيل تدريجيا مع إخفاقها في تحقيق أي إنجاز عسكرية محمد عز الدين الميادي وفي الجزء الأول من هذه الضغطية نرحب بضيفنا من القاهرة السيد حمدين صباحي الأمين العام للمؤتمر القومي العربي مرحبا بكم سيد حمدين صباحي وأبدأ وإياك مباشرة لتقييمكم في المؤتمر القومي العربي لتطورات المشهد في قطاع غزة إن كان على مستوى الميدان الإبادة المستمرة والتفاعلات المواقف عربيا إقليميا وأيضا دولية أحياتي وأهلا وسهلا مؤتمر القومي العربي من بداية طوفان الأقصى كان له وجهة نظر يتابعها ويعمقها بالتفاعل مع ما يجري على الأرض أولا نحن أمام انتصار ناجز عظيم أنجزات المقاومة وزلزل القيام الصهيوني في عمق وجوده وهدده كمشروع للاستيطان الاستعماري العنصري وطاح بنظريات حاول أن أدعيها طويلة عن أنه لا يقر وأنه مهيئ لقيادة المنطقة بما يخدم المصالح الأمريكية ويستدبع الأنظمة العربية في إطار ما أسمو ذات يومي بشرق أوسط جديد كل هذه المفاهيم الكبرى المرتبطة بوجود الكيام الصهيوني من ناحية أو بالتخطيط للوطن العربي وما يحيطه من ناحية أعتقد أنها زلزلة زلزالا مدمرا في طفان الأقصى امتدادنا ونحن نشك على إتمام ثلاث أشهر بمقاومة باسلة وجسورة في غزة بالصمود أسطوري لشعبنا في غزة وفي الضفة وفي كل مكان سير الدم المبارك البريء الذي هو بقدر ما يؤلم ويعصف بالنفس بقدر ما يعزز أن هذا النصر غال وإستحق هذا المهر هذا الصمود أحدث تحولات كبرى سيكون لها ما بعدها نحن في المواطنة القوم العرب بندعو أولا لأن نمتن هذا النصر العظيم الذي أنجزته المقاومة وحفظ الشعب الفلسطيني بتضحياته ودمه أن نحفظه من أن لا تجور عليه السياسة أو تستنزفه من السياسة ثانيا بندعو كل القوى الشعبي في الوطن العربي وفي العالم لمواصلة ومضاعفة جهدها لأنها هي الامتداد والحاضن للمقاومة ذات شعبنا في الأمة العربية ثم في العالم الإسلامي وفي العالم فكل ثالثا نعتقد أن هناك ضرورة لتفعيل ما يمكن أن نقول عليه موقف رسمي عربي أقل بكثير في الحد الأدنى من التوصيف إن لم يكن موقفا خاذلا للمقاومة وللشعب الفلسطيني نريد أن نخاطب هذه الحكومات العربية لأن نقطة الضعف من وجهة نظري في الموقف الآن الذي يجري بكل تاريخيته وعمقه وعصره نقطة الضعف هي الموقف الرسمي العربي يعني أن يرتفع لمستوى هذه اللحظة وأن لا يفلتها من يدي وأن يدرك أن انتصار المقاومة هي انتصار لكل العرب للشعب وحتى لهذه الأنظم وحماية لهم طالما وقفوا معها وأن التخازل سيحسبون عليه طب في نقاط عديدة حقيقة سيد حمدين صباحي أقف عندها نقاشا وتفاعلا وطلبا في التوضيح عندما يعني تتحدثون بأن هذا الانتصار الكبير وتنبهون بأن لا يتم يعني استنزافه بأسياسة أو أقتبس فيما تفضلت أن لا يتم جور عليه بأسياسة مما تنبهون هنا وما الذي تقصدونه أقصد أن المقاومة تقاتل على الأرض ببسالة وتقتحم بقسارة فائقة مشهود بها هذا الجيش الذي انكسر نفسيا وعسكريا وأمنيا أمامها رغم كل جبروته وعصفه وفي نفس الوقت شعبنا في فلسطين بيبزل يعني بزل الحياة أسطوري تنخلع له القلوب يعني يعني يزيل قدرة على التضحية شيء استثنائي يعني يهز كل الضمائر ويقزع لكن في الآخر هذا الصراع على الأرض سيقول إلى حلول زاد الطبيع السياسي من وهذا وهذا من سيحفظ لهذا الدهم العظيم ولهذه الشجاعة والبسالة على الأرض حقها عندما تضع الحرب أوزارها هذه هي خشيتي وخشية الحياة كثيرين من يفترض أن يكون ذلك وممن تخشون بأن يضيع ذلك من يفترض أن يحفظ ومن ممكن أن يضيع تتحسبون أنه يمكن أن يضيع في السياسة أخشى ما أخشى هو ما يخشى منه الحياة هو النظام الرسمي العربي وهذا النظام يعني كثير من دول تدخل في علاقات تطبيع مرفوضة شعبيا وطفان الأقصى يعني ما حقفرها لكن هي قائمة مع حكام في الوطن العربي أخشى من السلطة الفلسطينية المعترف فيها من المجتمع الدولي التي عقدت اتفاق أسلو أخشى من مقررات عندما وجدنا القمة العربية الإسلامية ما ينوف عن الخمسين دولة اجتمعت لم تكن في مستوى ما طمحنا إليه أخشى من المواقف الرسمية للحكومات وهي إلا من رحم ربي أقل مما يليق بعظمة وجسارة الفداء الفلسطيني للشعب والمقاومة في زر هذا الإطار نحن أمام دور بيلعبه هذا النظام الرسمي في إقرار ما يمكن أن يكون هل سنحصل ثمرة الدم الفلسطيني المقاومة أم سيتم التفريط ونتحدث في ذكرتي كعربي من مصر هذه البسالة العظيمة لجيش مصر وجيش سوريا عندما خاضوا حرب أكتوبر 73 و 6 أكتوبر كان انتصار حقيقي على المستوى العسكري 7 أكتوبر أيضا بعد 50 عام انتصار حقيقي على المستوى العسكري لكن انتصار 6 أكتوبر مختلف تماما موضوع الظروف مختلفة تماما في 73 نعم يعني الظروف مختلفة تماما بين 73 من القرن الماضي واليوم وحالة ربما الحضور الرسمي العربي والتفاعل مع تلك الحرب وواقع الآن ما يجري في قطاع غزة وهذه الإبادة المستمرة لا دي إذا كنت تحذر أم لديك أي معلومات أو معطيات وكلمة النظام الرسمي العربي كلمة واسعة هناك بعض نظام رسمي عربي يستطيع أن يكون فاعلا مؤثرا وهناك بعض آخر يمكن أن يشكل موقفا ليستفيد منه الاحتلال لكن من يستطيعون أن يكونوا مؤثرين إما لصالح المقاومة على المستوى السياسي أو العكس ضدها يعني محددين هل لديكم أي معلومات أو معطيات يعني تضعونها في إطار الآن الخشية لا أهم معطي ينبغي أن يعني ننبه لي هو قرارات مؤتمر القمة العرب الذي عقد ما تعقد نظام الرسمي العربي لا تتساوى فيه يعني الأنظمة التي تحكم من قطر إلى آخر بعضها مطبع وبعضها يتبنى خط المقاومة أو الممنعة لكن نظام الرسمي العربي باعتباره حالة ربما في المؤسسة المنهكة جامعة الدول العربية إذا تأمننا ماذا فعل ليعقد القمة بعد أي فترة من التأخر بقرارات ليست ذات قمة القرار الوحيد ذو المعنى كان بأن يفرد فتح معبر رفح ولم يفلح فيه أنه هو حتى ينقذ مثل هذا القرار ويتطبقه على الأرض الذي لا يخشى من النظام الرسمي العربي عليه أن يخشى والنظام الرسمي العربي المقصود ب جملة هذا النظام ثانيا تفضل معه الحلول عادة بتوضع بالطريقة التي تعبر عن حقائق الأرض من حسن الحظ أن حقائق الأرض لصالح المقاوم بعظمة وجزارة المقاوم ومن حسن الحظ أيضا أن الرأي العام العربي طاطع في موقفه في دعم المقاوم وأن البيئة الحاضنة للمقاومة والحالة الموجودة في الشرع العربي لا تسمح بتنازلات أو بتفريط في ثمار هذا النصر أو ببيعه في سوق السياسة لكن يبقى أن الذي يقرر هذا من أول جمعة الدول العربية كمؤسسة انتقام بالسلطة الرسمية الفلسطينية ينبغي أن نضع في الاعتبار أن نحذر مما يمكن أن تفرضه علينا وكنا تحدثنا سيد حمدين صباحي وإياكم حول ما خرج عن القمة العربية سابقا وما تفضلت بطرحه أهم القرارات وفتح معبر رفع وألزمت القمة نفسها في بيانها أن تنفذ ذلك وهذا لم ينفذ نحن الآن أمام مسار مختلف الآن ووقائع وصلت إلى مراحل المتقدمة سامحني نقيم وإياك اليوم الموقف الرسمي المصري كيف تجدونه وهي محطة ونقطة فاعلة على عدة مستويات إن كان نقل المبادرات التي تطرح وحتى بالتواصل مباشرة مع فصائل المقاومة أو الموقف الرسمي الرافض لمؤامرة التهجير القصري لكن كيف تقيمون الموقف الرسمي المصري عفوا تقييم الموقف الرسمي المصري هو جزء من الموقف الرسمي العربي وكله موقف ضعيف دون مستوى الحدث لا يرقى إلى ما ينبغي أن يقوم به هذا النظام في هذه الأحصة أعتقد أن من هنا نبدأ تقييم من جد من أن لا يوجد موقف رسمي عربي في مستوى هذه المصر مصر في حال تصراع ضاري مع العاد السلمون والصائل هو مصدر الخطر الرئيس يعني المقاومة في غزة يعني لا أكون تدافع فقط عن فلسطين وهتفعل ذلك هي أيضا تدافع عن مصر وعن الأمن القومي لمصر خطة إخلاء غزة وطرد سكانها يعني قهرا وجبرا أو طوعا كما يقولون هم وهذا لن يحدث موجهة لسيناء مصر ترفض وهذا موقف رسمي سبق وأؤكد أن أشادنا به مصر تأخذ موقف واضح ضد التهجير القصري وضد إخلاء غزة أو إلى الضفة من الضفة إلى الأردن أو من غزة إلى مصر لكن هذا موقف وقائع الأرض تقول رغم وضوح الموقف في المصر وقسمه والموقف الأردني والموقف الجسم العربي كله معه لكن ده ليس كافي لنشهر بالطمئنين لأن اللي بيحصل على الأرض إن شعبنا في فلسطين بيحشر في اتجاه أن يفرض عليه هذا السيناريو ونحن نعلم أن هناك كثير من الإغراءات وأن هذا الخطر لم ينتهي إذا نظرنا بنفس الدرجة من المخاطر التي يعرفها كل عربي في تصفيت القضية أو في الخطر على الأمن لمصر ندرك ندرك أن إسناد المقاومة وتعززها والشعب الفلسطيني ودفاع عن القضية الفلسطينية ودفاع عن مصر أيضا ولهذا إحنا بنستحس السلطة في مصر أن يكون دورها في مجتوى هذا الفهم هي تدافع عن قضية العرب الأولى وقضية مصر التاريخية فلسطين وتدافع عن أمنها عن أمن مصر وعن سيادتها على أرضها وتجنبها مخاطر لا قبل لنا بها وحتى عن هذه السلطة واستقرارها وهذا الأمر كان يتطلب دور أكبر مما شاهدناه في فتح المعبر في توصيل المساعدات في فرض قط أحمر على العدوان الصهيوني لا يستطيع به أن يدفع أهلنا في جازة نحو الجنوب في اتجاه رفع على نحو الحالي هذا ما كنا ولازلنا نراه دور على السلطة في مصر هل لذلك ينسحب على مثلا دول يفترض بأنها ذات وزن على المستوى ليس فقط عربيا وإسلاميا إقليميا المملكة العربية السعودية تركيا نحن اليوم في يعني اليوم الرابع والثمانين للعدوان على غزة وصلنا لمراحل يعني من الإبادة لأهلنا في قطاع غزة يندى لها الجبين وكأنه في نوع من المساكنة مع المشاهد التي تخرج لا نرى تحركات بمستوى هذه الإبادة لذلك نسأل هنا في الخلفية يعني تضعون الأمر في التقصير أم رؤية أخرى المملكة العربية السعودية تركيا أيضا في مكان ما يا سيدتي أنا كنت دايما بذكر بكلمة جمال عبد الناصر ولقد أنا لكل عربي أن يدخل في كل حساب أو يسكت من أي حساب دي لحظة كبرى في تاريخي ناصر عظيم وثمن غالي أنجزته المقاومة ودعف علىه الشعب الفلسطيني وبقول أن بالتأكيد النظام الرسم العربي مقصر وبالتأكيد أن السعودية بالغة التقصير وتركيا وأنا من المؤمنين بأن على الأمة العربية دائما أن تسعى لعلاقة طيبة بناءة مع جريها التاريخين الكبيرين التاريخيين الكبيرين إيران وتركيا لأن في هذا قدر للأطراف السلاسة على أن تحفظ مصالحها وأن ترد الأطماع الاستعمارية من خارجها تركيا مقصرة جدا التقصير في النظام الرسم العربي وبالمناسبة أنا شعوري بالتقصير ينتد حتى للكوى الشعبية وللأدوار التي تبذلها الهيئات والمنظمات بما في ذلك المؤتمر القومي العربي هذا ما كنت سأشير إلي الذي أطرف بي يعني أني أمينه العام الآن رغم العطاء العظيم لكل أعضاه في كل الأقطار يعني هما في طليعة المشهد الشعبي في أقطار أمتنا العربية وفي الخارج وبيؤد أداء أفخر به وأحيهم عليه وأشكرهم عليه لكن أقل من هذه اللحظة ما بدك بالنظام الرسم العربي الذي ومن بينيه السعودية التي لم تأخذ قرارا لو دول كانوا وقالوا هنوقف إنتاج البترول لمدة شهر كان اختلف الأمر في غزة حقر دم الغزويين أهلنا في فلسطين لو كانت السعودية ومنتج النفط من العرب قالوا لن نبيع في السوق برميل نفط واحد قبل ما توقف الدم في غزة لكن نتوقف لو قالوا النفط مقابل الدم لأمكن أن نحقن الدم العربي بالانتناع عن بيع النفط العربي لأعداءنا تركيا تبعث بالنفط وبالغزاء للعدل الإسرائيلي طبعاً في حرب لفظية مشتعرة بين أردغان وقادة السياسة في الكيان الصهيوني إلى بأس كل موقف حتى ولو بالكلمة نحن ندعمه ونؤيده ونحييه لكن هذا لا يكفي بيد تركيا ما يمكن أنه يعني يجفف منابع الطاقة والغزاء عن العدو الصهيوني الذي يغلق على غزة فرصة شربة الماء والدواء والطعام نعم نحن نظامنا الرسم العربي ما كانش مطلوب منه يدخل حرب وإن كان عايزة شرف له إذا فعلها وواجب عليه أن يفعل إحنا قلناه وقف النفط قول ما فيش اتفاقيات سلام مع هذا العدو المقتصب جمدها حتى لو لم تلغيها خد موقف بترضي السفراء امتنع عن أن تكون ممرات الماء العربي أو الفضاء والأجواء العربية ساحة يندفع من خلالها التأييد الأمريكي المشارك مش الدائم للعدو الصهيوني في الحرب ما تخلوش ممراتنا المائية ولا أجواءنا طيب فرصة لكي تمد أمريكا عدونا الجزار القاتل بأسلحة الضمار التي يقصف فيها غزة كل يوم بحد الدنيا وبالمناسبة قال مثقف العرب وأصحاب الرأي فيه وكثير منهم قاربين من هذه السلطات أفكار عديدة في الأداء الدبلوماسي والأداء الاقتصادي هو المقطعة العظيمة لأنجزها الشعب العربي بيقودها أطفال العرب الآن يعني أحفادنا بيقود المقاطعة في مصر لا تعوز أوراق التي يمكن أن تستخدمها عديد من الدول العربية لمساندة غزة سيد حمدين أوراق قوة كثيرة لدى العديد من الدول يمكن استخدامها وأن تكون مؤثرة ما دون حتى التحرك العسكري كما تفضل شرط لموضوع الممرات وبارز هنا يعني تحركات والموقف والخطوات التي وصلت إلى مستوى حد التحدي للبيئة المتحدة الأمريكية للقوات المسلحة اليمنية ووصلت ربما حتى لمرحلة أن توضع الآن بمرحلة متقدمة البوارج الأمريكية التي تحاول تأمين نوع من المرافقة للسفن وحاملات المواد التي تتجه إلى إسرائيل وتمنعها القوات المسلحة اليمنية من الوصول إلى ذلك هذا الموقف كيف تضعونه طالما أو تقيمونه وتعلقون عليه طالما نضع بالميزان من يستطيع ولديه أوراق قوة للتأثير واليمن وصلت لما وقع التهديد لتتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بما وصف تحالف ازدهار وأن ضرب قبل أن ينطلق الحال الموقف لم يستحق التحية لأنه لم يكتفي بالشعار ومقومات القوى التي يمتلكها في يديه استخدمها وأثبت أنها مؤثرة وقادرة على أن تكون من معالم سياغة الصراع الآن مبين الأمة العربية والعضو السهيوني الموقف العربي الذي يستحق التحية هو موقف خواننا في اليمن في القوات المسلحة وأثبت جدارته بحر الأحمر بالمناسبة بحيرة عربية وإذا كان اليمن على باب المندب وهو موقع استراتيجي حاكم مهام اتخذ هذا الموقف فأحدث هذا الفاذع في الدجارة الدولية وعند الإدارة الأمريكية وحلفائها وشكلوا ما أسموح يعني حماية للإزدهار من من تحالف طبعا أنا أحيي أن مصر والسعودية والإمارات على تقصير موقف الرسمي جميعا من وجهة نظري لم يصلوا إلى درجة الموافقة على المشاركة في هذا التحالف هذا موقف إيجابي ولو بسلب لكن الموقف الإيجابي بالفعل إيجابا كان موقف في اليمن وبالتأكيد يستحق التحية على ما يفزله ومن الواضح أن له أثر حقيقي وسيكون ضمن الأوراق التي تحسن هذه الأمة استخدام لكن لو إستعلى الموقف في اليمن أن المتشاطئين على جانبي هذا النهج بالذات مصر والسعودية كان له موقف ماثل بطريقة أخرى أي كان حجمه فضلا عن ما ذكرناها عن الأجواء وعن الأرض وعن النفط وعن التجارة وعن المواد الغزائية والعلاقات الفياسية هنستعيد ثاني أن نقول حقيقي هذه الأمة كما أثبتت كتائب القسام وفصائل المقاومة على الأرض أنها قادرة على النصر الذي تحقق قيوم طفان الأقصى في 7 أكتوبر ولا زال قائما ويتأكد ويتعمق ويتجذر كل يوم بيدها أوراق قوة كانت كفيلة بأن يكون هذا النصر محميا تماما وشهدأنا في غزة محمين لو تم تفعيل نفس الإمكانية عند النظام الرسم العربي دون حرب دون الدخول في حالة قتال باعتبارات الاقتصاد والديبلوماسية والطاقة وما هو استراتيجي من استخدام الموقع وبالذات الممرات المال لازال هذا بيدنا وإذا كنا نحيي اليمن على موقفه فإحنا في لحظة نعم سيد حمدين يبدو بأننا فقدنا التواصل مع السيد لا نريد لأنه بقيت القوى العربية تسأل نفسها اللي في إيدي أستطيع أن أفعله لصالح نصر مستحق أن أحميه في غزة نعم لصالح وقف العدوان وفك الحصار وحريد غزة في أن تعيد بناء نفسها وتعمل إعمارك سلطة مستقلة طالما نتحدث عن التأثير وتحدثنا عن موقف القوات المسلحة اليمنية وموقف اليمن بشكل سريع لو سمحت ماذا عن باقي أركام محور المقامة جبهة جنوب لبنان العراق أيضا سوريا في الجغرافيا وأيضا تحركات التي تقوم بها إيران بجملة لو سمحت هل ثوتي بسمه نعم يعني أحسب أنك سألت عن عن هداء المحور ككل محور المقاومة بجبهاته جنوب لبنان العراق في سوريا إضافة إلى اليمن وما تقوم به إيران بجملة لطفا في أثر يعني لا يمكن النظر لهذا النصر إلا باعتباره تعبير عن أمة يعني استطعت أن تفرز من بين أبدأها من بين أبنائها من يتبنى خط المقاومة ومن يتعالى فوق خطأ الاعتراف والتصالح مع عدو لا يحترم حقوق العير ده الذي تبلور في محور المقاومة كتائب القسام حماس ومعها كل فصائل المقاومة الجهاد والشعبية وغيرهما نعم كانوا رأس الحرب في هذه المواجهة العظيمة في طفان الأقصى لكن كل محور المقاومة بالذات حزب الله في لبنان بالتاريخه وموثقياته وجهده وما جربناه معه من قدرة على هزيمة هذا العدو الصيون والتطور الذي رأيناه في البحر الأحمر على يد القوات المسلحة اليمنية نعم ودربات التي يرقاها يعني الشريك الأمريكي في العدوان من المقاومة في العراق سواء في العراق أو في سوريا الحق في فضل لكل هذا وفي فضل عظيم للدعم الذي تقدمه إيران لهذا المحور على كل المستويات وأن بغضي في هذه اللحظة في هذا الصراع في لحظة انكشاف الحقائق أن ندرك ونحن نقدر هذا وبالذات في المؤتمر القومي العربي أن المشروع القومي العربي وهو مشروع التحرر والنهضة وتحرير فلسطين في قلبه وهو بالضرورة مشروع مقاوم شكرا أن هذا الخط لمحور المقاومة هو الأكثر تعبيرا عن هذا المشروع الآن بيدفع سمنه وبيقف ببسالة ونحن تركاؤه في هذا وعمقه الاجتماعي وحاضنة الشعب شكرا جزيلا لكم ساميد حمدين صباحي الأمين العام للمؤتمر القومي العربي ضيفنا كنت معنا من القاهرة تظاهرات شعبية حاشدة تعمل يمن تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لغزة تحت عنوان معكم حتى النصر والأمريكي ليوقفنا هذا تقرير للزميل أحمد عبد الرحمن لم يكل ولم يملوا من التظاهر والاحتشاد تضامنا مع فلسطين ونصرة لغزة وهاهم في الجمعة الثانية عشرة للتضامن مع فلسطين يحتشدون هنا في ميدان السبعين جنوبية العاصمة اليمنية مجددين العهد لإخوانهم الفلسطينيين معكم حتى النصر والأمريكي لن يوقفنا تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدل الدين الحوثي أحفظ الله قائد المسيرة القرآنية ها هي اليوم جماهير اليمنيين تخرجوا كبارا وصغارا وأطفالا نصرة لأبناء غزة نصرة لإخواننا المصدعفين في فلسطين لستم لوحدكم وجه رسالتنا إلى أخواننا المجاهدين في غزة بأن لكم العون والسند والمدد ولن نقل ولن نملة إن شاء الله ما حينا ونوجه رسالتنا إلى قيادتنا الحكيمة بأن لا تهنوا واضربوا بيدهم الحديد أنا أقول لأمريكا وأسرائيل ها هنا نحن حاضرون ها هنا نحن حاضرون وبإذن الله اليوم هنا وإن شاء الله بكرا نحن في فلسطين من يوم جمعة إلى آخر يكبر طوفان اليمنيين الشعبي دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني ومقاومته كما نشاهد في هذا الحجد الشعبي الذي خرج أيضا لمباركة عمليات القوات المسلحة اليمنية والمطالبة باستمرارها حتى رفع الحصار ووقف حرب الإبادة الوحشية على أبناء غزة نوتي رسالة إلى أخوان المجاهدين في غزة بأن يصبروا ويثبتوا وإنا معاهم وجنبهم رسالتنا إلى أمريكا الشيطان الأكبر أننا نتحداكم وأننا تولينا السيد القائد العالم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وفوضناه في كل ما يتخذه من قرارات لضرب القوات الأمريكية حشود جماهيرية ضخمة هنا في صنعاء وكل اليمن تدين صمت وخذلان الأنظمة والدعم الأمريكي والتواطئ الدولي مع كيان الاحتلال ويتعهد اليمنيون بالاستمرار في الحجد والتعبئة لكتائب طوفان الأقصى الشعبية والاستعداد لخوض أي معركة مقبلة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي أو الأمريكي أو من يحميهم أو يدافع عنهم أحمد عبد الرحمن من ميدان السبعين جنوبية العاصمة اليمنية الميادين ينضم إلينا من العاصمة سنعود المكتب السياسي لحركة أنصار الله سيد محمد بخيتي أهلا بك للأسبوع الثالث على التوالي تغص الساحات والشوارع في هذه الأصوات في حاضنة شعبية داعمة لأهلنا في قطاع غزة تحتضن القضية الفلسطينية وإن صح لنا التعبير أن نقول إنها من ذات الخامة يعني هذه الحاضنة الشعبية اليمنية ذات الخامة لأهلنا في قطاع غزة الحاضنة أيضا الشعبية للمقاومة في هذه المواجهة في طفان الأقصى ما أهمية هذا الموقف الشعبي بالنسبة إليكم خصوصا في خلفية ومباشرة تنفيذ الموقف والخطوات العسكرية في دعم لقطاع غزة لا سيما حيث وصل في مرحلة المواجهة إن صح التعبير مع الولايات المتحدة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين طبعا هذه الحشود الجماهيرية تعكس إرادة الشعب اليمني المساندة والمؤيدة لتدخل قواتنا المسلحة ضد الكيان الصهيوني وأيضا توضح استعداد الشعب اليمني لتحمل تكاليف أي مواجهة محتملة مباشرة مع أمريكا وكذلك الكيان الصهيوني وحلفائهم وأيضا عن استعداد الشعب اليمني للمشاركة المباشرة بمئات الآلاف في أي معركة قادمة ومباشرة في أرض فلسطين وطبعا مشاركة القوات المسلحة اليمنية وأيضا تفاعل الشعب اليمني هو رسالة لكل الدول العربية والإسلامية وكذلك الشعوب بأن هزيمة الكيان أمر ممكن وأن أي تحرك عربي وخصوصا من دول الطوق فإن هناك من سيساند أضف إلى ذلك أن الموقف الشعبي للشعوب العربية وكذلك الإسلامية هو مساند للموقف اليمني وبالتالي العائق الآن يكاد العائق الوحيد أمام إعانة أخواننا في فلسطين هو الموقف الرسمي العربي والإسلامي للأسف الشديد سيد محمد البخيتي أشرت إلى أن هذه التحركات الشعبية هي تعبير عن حتى الاستعداد لتحمل أي تكلفة لأي مواجهة يمكن أن تصل ونريد أن نعرف المستوى الذي وصلت إليه القرارات والخطوات للقوات المسلحة اليمنية وما هي أيضا السيناريوهات والاستعدادات لما هو أوسع من ذلك ووضع في المشهد معتبر رسالة واسعة في غير اتجاء اللقاء الذي حدث في محافظة الحديدة لقاتة القوات المسلحة والأمن الاجتماع شارك فيه وزير الدفاع والداخلية رئيس الأركان العامة قادة الأمن والمخابرات والقوات البحرية والدفاع الساحلي والمنطقة العسكرية المركزية والمنطقة العسكرية الخامسة واعتبر الأول من نوعه منذ بداية الحرب في اليمن وعليه منذ عام 2015 ما هي الرسائل الذي أريد شكلاً ومضموناً إيصالها من هذا الاجتماع ولمن مثل هذه الحشود الجماهيرية الكبيرة وأيضاً مثل هذه الاجتماعات بين المعنيين في المواجهة سواء كانوا عسكريين أو أمنيين أو الاستخبارات اليمنية هي تكشف موقف الشعب اليمني وأن الدفاع عن أخواننا في فلسطين هي قضية محل إجمع بين كل أبناء الشعب اليمني حتى أولئك الذين تورطوا بالوقوف مع دول العدوان قد عبروا عن تأييدهم لموقف القوات المسلحة اليمنية وبالتالي هذا الموقف الصلب سواء من قبل القيادة في اليمن أو من قبل الشعب اليمني ومن قبل المعنيين سواء في القوات المسلحة أو الأمن هو رسالة واضحة للعدو بأن اليمن على استعداد لخوض معركة طويلة الأمن مع أي دولة تعتدي على اليمن وأننا نخوض معركة أخلاقية الهدف منها هو وكف جرائم الإبادة الجماعية في غزة وأيضا كسر الحصار من أجل إدخال الغذاء والدواء وكذلك الوجود إلى 2 مليون فلسطيني محاصرين في نطاق ضيق وبالتالي هذه رسالة بأن الشعب اليمني وكذلك اليمن كما أننا انتصرنا في المعركة الأخلاقية في مواجهة التحالف الأمريكي فإننا أيضا قادرين بإذن الله سبحانه وتعالى على الانتصار في المعركة العسكرية إذا ما قامت أمريكا بارتكاب أي حماقة وطبعا الأمريكيين وكذلك الإسرائيليين هم يعرفون هذه الحقائق أكثر مما يعرفها الأصدقاء لذلك نلاحظ أن التحليلات الإسرائيلية السابقة قبل الطوفان الأقصى عندما كانوا يتحدثون عن القوى المناهضة للكيان في المنطقة عندما كانوا يتحدثون عن اليمن كانوا يقولون أن اليمنيين أصابعهم خفيفة على الزناد وهذا بالفعل ما تم تأكيده من خلال المشاركة الفاعلة ومثل هذه الحقيقة كانت غائبة عن الكثير من العرب والمسلمين يعني الغريب أن الكيان الصيوني كان يعرف هذه الحقيقة وبالتالي هذه الحشود وهذا التكاتب هو يعزز هذه هل هل هناك رسالة للوات المتحدة الأمريكية يعني هذا الاجتماع الذي وصف بالاستثنائي بالقيادات التي ذكرتها هناك رسالة للوات المتحدة الأمريكية وما مفادها بالتأكيد هذه رسالة لكل الأعداء وأيضا أدواتهم في المنطقة بأن القوات المسلحة اليمنية يتوقون لأي مواجهة مباشرة مع العدو الأساسي أمريكا وإسرائيل وأنهم يشتاقون لمثل هذه المواجهة خصوصا وأن اليمن وكذلك قيرها من الدول العربية والإسلامية قد تكبدت الكثير من الخسائر نتيجة للحروب الداخلية التي أشعلتها أمريكا فطبعا هذه رسالة واضحة يفهمها العدو قبل الصديق وبالتالي البوارج الأمريكية هي ضمن دائرة الأهداف للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر نعم بالتأكيد وهذا ما أكد عليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما أكد بأن أمريكا إذا ما ارتكبت أي حماقة وقامت بأي عدوان على اليمن فإن سفنها الحربية ستكون هدفا مباشرا لقواتنا المسلحة وأيضا سيتم استهداف الملاحة البحرية التجارية المرتبطة بأمريكا وكذلك مصالح أمريكا والأمريكيين هم يعرفون مدى جدية القيادة في اتخاذ مثل هذه القرارات وهذه الخطوات ويدركون أيضا تجاوب الشعب اليمني مع مثل هذه القرارات وأن لديهم الاستعداد لخوض معركة طويلة الأمد وتحمل كل تكاليفها بل أن الشعب اليمنى يتوقل مثل هذه المواجهة لذلك أي مواجهة لن تكون في صالح أمريكا لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية العسكرية أضف إلى ذلك أن الموقف اليمن هو الموقف الصحيح ينبغي أن نسأل لماذا لم تقف بقية الدول العربية والإسلامية وخصوصا وأن هناك اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية ومن ضمنها فلسطين وكذلك دول الطوق وأيضا اليمن وبالتالي فإن ما يقوم به اليمن هو تنفيذ لتلك المعاهدة التي تم التوقيع عليها السعودية أيضا هي جزء من هذا الاتفاق أيضا لا بد أن ندرك أن اتفاقيات السلام هي ليست ترخيصا للكيان الصهيوني لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أخواننا في فلسطين ولا بد أن يكون هناك خطوط حمراء يعني لا يعني أنه هناك يعني يحتج البعض علينا بقضية اتفاقيات السلام أضف إلى ذلك أن المخاوف التي كانت تمنع الكثير من الدول العربية من الوقوف إلى جانب إخواننا في فلسطين قد تبددت بعد اتخاذ اليمن هذه الخطوة العسكرية المباشرة ضد الكيان الصهيوني أضف إلى ذلك أن اليمن سيكون سندا لأي دولة عربية من دول الطوق تقوم بواجبها الديني والأخلاقي والإنساني أي دولة عربية ليس فقط من دول الطوق إذا أخذت هذه الخطوة إلى جانب دول الطوق كما توصف ووصفتها طبعا دور دول الطوق هو أهم من بقية الدول العربية لأن حسم المعركة مع الكيان لن تكون إلا بريا وبالتالي نحن عندما نتحدث عن دول الطوق لا يعني أننا نعفي بقية الدول عن مسؤوليتها ولكن تفاعل دول الطوق هو سيتيح لليمن المشاركة بشكل فاعل في أي معركة وأيضا علينا أن ندرك الآن صمود أخواننا في قزة في فلسطين رغم أنهم محاصرين وفي نطاق ضيق وتم تدمير البنية التحتية المدنية ومع ذلك لا زال هناك مقاومة لا زال هناك صمود هناك الكيان الصهيونية تكبد خسائر كبيرة والآن هناك أصوات داخل الكيان تدعو إلى ضرورة الاستجابة الوقف إطلاق النار وبالتالي يعني إخواننا في فلسطين إخواننا في لبنان أيضا اليمن قد أثبت مدى هشاشة هذا الكيان الصهيوني وأن هزيمته أمر سهل وفي متناول اليد ونحن من هنا نطمئن كل الدول نعم فضل تكمل جملتك حول الطمئنة عفوا نعم نحن نطمئن إخواننا في دول الطوق أننا لن نتركهم إذا ما اتخذوا أي خطوات جادة أيضا الموضوع قضية المفاوضات السياسية لا بد أن نضع لها حد زمني لأنه لا يمكن أن الآن بعض الدول العربية لا زالت تتحدث عن قضية التوصل الاتفاق السلمي لوقف إطلاق النار وضرورة أو أهمية الجهود الدبلوماسية والسياسية نحن نقول نعم هذه لها أهميتها ولكن ينبغي أن يقول لها مدى زمني وإطار زمني وإلا فإنها مضيعة للوقت هي تعطي شعور بالإطمئنان الكاذب بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وبالتالي حتى أنها تؤثر سلبا على الشعوب العربية والإسلامية بأن لا تقوم بدورها بأنهم يعطوا أمل كاذب ولذلك علينا أيضا على تلك الدول أن تضع حد زمني للجهود الدبلوماسية طبعا بالدقائق القليلة المتبقية بعض الأسئلة وأطمع بي بإجابات مكثفة حتى ربما نستطيع أن نمر بعضا منها السعودية لم تدخل في تحالف الازدهار ووضع الأمر بأن محافظة ربما على سياق ما وصل بالمحادثات مع اليمن ربما وصولا لتسوية كيف تعلقون على ذلك وأيضا هل هناك أي جديد على هذا الخط نعم السعودية والإمارات لم تعلن المشاركة في هذا التحالف الدولي لحراسة الكيان الصهيوني وهذه خطوة إيجابية ولكن نؤكد أن عيوننا ستظل مفتوحة لنراقب أي مشاركة سواء من قبل السعودية أو الإمارات إلى جانب هذا التحالف لأن المشاركة الفعلية بدون إعلان هي جريمة وسيتم الرد عليها وينبغي أن نكون واضحين مع السعودية وكذلك الإمارات أضف إلى ذلك أن الاستمرار الحرب أو وكف الحرب أصبح مصلحة مشتركة بين اليمن كطرف وبين السعودية والإمارات كطرف ثاني وعلى وعلى وعنا أنصح السعودية والإمارات بأن تسعى للتوصل إلى حل مع اليمن يضمن انسحاب كل القوات الأجنبية من اليمن ويستعيد اليمن سيادته واستقلاله ويتم رفع الحصار بشكل كامل وأيضا أن يتم تعويض اليمن عن كل الخسائر التي لحقت به نتيجة هذا العدوان واتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت هو أفضل للسعودية وكذلك الإمارات لأنه في المستقبل قد تتغير أهداف معركتنا مع السعودية والإمارات أهداف معركتنا حتى الآن لا زالت دفاعية وأنا منذ بداية العدوان وحتى الآن لكن في المستقبل الله أعلم نقول للسعودي والإمارات أن أهداف معركتنا لا تزال دفاعية ولكن ربما تتغير في المستقبل إلى أن تصبح نعم مؤكد أن تتغير أهدافنا في المستقبل لكن متى وكيف هذا متروك للمستقبل أنا لا أسأل عن الزمن لأنه حتى الآن السعودي والإمارة يعرف نعم يعرفون ماذا يعني لكن نلاحظ أنه شروط وكف الحرب في أول سنة للعدوان غير ثاني سنة وثالث سنة مثلا ما كنا نطلب ما كنا نطالب في أول سنة وكانوا يرفضوه الآن هم يطالبوه ونحن نرفضه هم عارفين هذا الأمر لذلك ننصحهم أنهم كلما عجلوا من الحل في اليمن هذا في صالحهم نعم سيد البخيتي الآن يتم طرح بأنه في محاولة للحصار مقابل الحصار أو تجديد الحصار على اليمن بأنه في خطاب من الولايات المتحدة الأمريكية وتمرير ذلك بين قوسين بما تعرف بحكومة الشرعية عدم يعني رسو أي سفينة أو بارج أو حاملة يعني ناقلة مواد بأي موانئ لا تعود لما توصف بحكومة عدن أو حكومة الشرعية بين قوسين هل هذا صحيح؟ مقابل حصاركم لموانئ إسرائيل ستوضعون في حصار أكثر شدة لنتحدث بصراحة وأوجه كلامي للسعودية وكذلك للإمارات نحن لا نتعامل مع أي قرار لحكومة الفنادك أو حكومة المخبرين التي أختارها محمد بن سلمان بناء على رغبة أمريكا نعم وننصح محمد بن سلمان ومحمد بن زايد لا يلعبوا بالنار نحن عارفين أي خطوة أو أي إعلان من قبل حكومة الفنادك هذا هو إعلان من قبل الحكومة السعودية والإماراتية وبالذات من قبل محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وإذا ما نفذ نحن لا يلوم ولا أنفسهم نعم لأن الجميع يعرف هذا ليس قرار حكومة المخبرين هذا قرارهم طيب سأختم سيد البخيتي بمعلومة أيضا كل السفن التي تم استهدافها بالهجمات الصاروخية من القوات المسلحة اليمنية خرجت من الخدمة وتم سحبها إلى موانئ أو ميناء جيبوتي في الحقيقة ليس لدي أي معلومات تفصيلية حول هذا الأمر ولكن كل السفن التي تم استهدافها هي لم يعد في إمكانها الاستمرار في رحلتها ولكن ليس لدي معلومات دقيقة حول حجم الدمار والأضرار التي تعرضت له تلك السفن ونعيد ونؤكد بأن قواتنا المسلحة لا تستهدف إلا السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني أو الذاهبة للكيان الصهيوني وأن الهدف ليس الاستيلاء عليها وليس ضربها وإنما تغيير مسارها تلك التي تعرضت لتلك الضربات هي لأنها لم تتجاوب مع تحذيرات القوات المسلحة اليمنية ونؤكد إذا كان هناك سفن مشبوهة فإن عليها الاستجابة لتحذيرات البحرية اليمنية من أجل التأكد من هويتها بأنها ليست تابعة للكيان وليست ذاهبة إلى الكيان شكرا جزيلا لكم سيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله على المشاركة معنا من صنع إلى اللقاء والله صندين ومحمد رابط غير انضار صندين اشتركوا في القناة